اشتركوا في القناة وفي هذا السياق تم اليوم توقيع اتفاقية منحة من الحكومة اليابانية لبرنامج الغذاء العالمي بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين دولار وذلك لمساعدة الفقراء في قطاع غزة المحاصر هذه المنحة التي في قطاع غزة يستفيد منها ما يقارب 85 ألف فرد برنامج الغذاء العالمي وهي تعتبر منحة طوارئ برنامج الغذاء العالمي بيستفيد منه في الضفة وفي قطاع غزة بشكل منتظم 45 ألف أسرة دعم الحكومة اليابانية جاء في وقت تآني فيه السلطة الفلسطينية ظروفا اقتصادية صعبة مما يعيق قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وبخاصة لصالح العائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة الحكومة اليابان تعتبر أن الأمن الإنساني هي الأساس للمجتمع والأمن الغزائي هي الأهم الأعمال في هذا التفكير برنامج الغذاء العالمي والذي يقدم المساعدات العاجلة للفقراء في الأماكن التي تعاني أوضاعا اقتصادية غير مستقرة فإنه رأى في هذه المنحة أمرا غاية في الأهمية هذه منحة مهمة جدا لأنها تساعد السكان في قطاع غزة وسوف تساهم رفع قدرات العائلات الفقيرة هناك وتوفير الغذاء لهم هي منحة طارئة كما يقول القائمون عليها وهي بكل تأكيد ستساعد الفقراء في سد حاجياتهم الأساسية لكن أمآن الأوان لمنح تنموية بالإضافة إلى المنح الإغاثية التي تقدم للشعب الفلسطيني من مدينة رامالله مصطفى الخواجة تلفزيون الكدس